السحرة المستديرة وموضوعاتها الكثيرة هنفتح العديد والعديد من الملفات مع محلل الأداء كابتن مصطفى متحط نورنا في السوديو 8 صبح صباح الفل صباح الفل أخبار البطولات ايه دلوقتي؟ يعني خلاص ينتشغل دلوقتي على تحليل ايه؟ يعني بنحاول طبعا خلاص الموسم بينتهي فبنشوف الموسم اللي فات اللي حصل وطبعا الأندية خلاص نعتبر الأهلي آخر مرشلي في الموسم المحلي وانا كلام نفس الزمالك بردو اه بالضبط مرشي كاس نهارده مع المصري في دولة الثمانية في اعتبر خلاص الموسم خلاص آخر لحظة لي حتى ممكن الدوري خلصان بقلق أسبوع لكن آخر مرشي اعتبر الموسم عشان ينتهي رسمي ونبدأ بنشوف الأفكار حتى الأندية خلاص تشغلت للموسم الجديد فبنبص كده بنتابع بنحاول نشوف ايه بيفكروا ازاي الأندية طبعا أهلي الأهلي على وجه الخصوص يعني الموسم انتهى هيبقى راحة زي ما احنا بنسمع ثلاث أسابيع هيتضمن ومعسكر بالضبط ممكن ولا بعد الثلاث أسابيع ممكن اللي معلن حتى الآن 18 يوم راحة سلبية ودي طبعا تجربة ممكن هي دي المنتظر بقى لفترة اللي تمشي في السيكونس الطبيعي انك تخلص الموسم يبقى عندك كده المعروف ومحطوط وتحط راحة سلبية اللعبة محتاجة جدا الموضوع ده وتحنا كنت دايما منخش في تلحم الموسم تبص تلاقي الموسم البادية على طول المراضي لا الحمد لله الأهلي والزمالك برضا هيبقى عنده نفس الفرصة بقيت الأندية خلاص كلها اعتبر اوف من بدري فده الطبيعي للكرة المصرية عشان خاطر اللعبة نفسها تبقى محتاجة انها تخش في ريش الموسم الجديد وكمان فيه الأهلي بدأ يعني انها هيبقى فيه معسكر خارج السنة دي ان شاء الله فأعتقد ده ده الطبيعي وده الهيكل اي مدير فني يتمنيه بكل تأكيد الصفقات بقى بالنسبة لنادي الأهلي اللي هو بيحتاجها في رأيك حسب تحليلك للموسم اللي هو آخره النهار يمكن الأهلي بدأ من بدري الأهلي السنة دي يمكن هو طبعا هو بقاله فترتين انتقلات بيحاول من ساعة كلر ما وصل يمكن كلر المراضي هو بدأ يبقى يتحول لشكل مختلف شوي كلر المرة فاتت لما جيه بدأت التعاقد الموسم اللي فات كان جيه بعد فترة الانتقلات وبعد أغلبة الصفقات كانت عملت من قبل الجهاز الفني ولجنة التخطيط اللي كانت موجودة والجهاز الموجود اللي كان قابليه لكن كلر لما كان جيه كان طلب عنصر واحد اللي هو المهاجم وللأسف ما قدرش ان هو يتوفر المراضي كلر برضو مصمم ان هو على مهاجم ببروفايل معين ومنتظره لكن بنشوف برضو صفقات تانية بدأ هو يعملها من قبل حتى فترة الانتقلات ما تبدأ بأننا نشوف لعيبة بتخرج من حساباته وبدأ النادي خلاص يتوجه ان هو خلاص يباعهم زي شفنا برونو ساوي ومن بدري جدا ان الاهلي بيعلم نستغل ممكن خلاص راح النادي التاني وبدأ يلعب وبدأ يتعلق ممكن هو عنده في شكل معين هيقدر يتوفر فيه لكن في الاهلي ما قدرش ينجح فالاهلي خلاص خد القرار على طول من بدري وده نفس الكلام حتى في صفقات تانية بدأنا نشوف الاهلي خلاص بيعلم نستغلع عنه ايمن اشرف احد كباتين فريق كبار لكن كولر بدأ يتحول ان هو زي ما يقوله ايه مسيطر بقى على الجوانب كلها في الفرق بس قرار التقليص اعداد الاعراض ده في رأيك اضر بالاهلي لا يعني مش اضر بس هو في الوقت في الاخر برضو المدير الفني حتى لما يكون القائمة اربعين او خمسة واربعين لعيب قدامك بيبقى الموضوع صعب جدا فهي يعني هي بس لحظة حدين زي ما بيقوله في نفس الوقت المدير الفني بيحب ان هو يبقى معها العدد يبقى مركز فيه القائمة تبقى 11 ماتش ففيه لعيبة حتى لما بتخرج من القائمة بتبدأ انها مشاكل نفسية او حاجة فحتى الاعارة حتى بتخرج برا الاعارة فيه لحيبة بتقدرش يزبط نفسي شوفنا الفترة فاتت اللي كان عنده فوق ال 21 اعارة تقريبا لما تيجي تشوفي مني اللي هيقدر يرجع منهم يمكن الاسماء على اسمين صلاح محصن كريم ندفد وحتى عليهم بعض الخلافات يعني الاهلي مش شايف ان هو استفاد بالعرد بالعكس ان لو حتى لو 6 او 7 بس هقدر ان انا اوجههم فانديها كويسة وقدر ان انا يستفادوا في عرد ده كيف بالنسبة للاستفادة الفنية لكن في استفادة مادية ما انا برضو بيدخل وهذه برضو صناعة اولا واخيرا يعني في بعض اخر برضو هم اقطعوا عن الاندي لا ده استثمار مادي بالنسبة ليه اقطع طبعا بس هي برضو يعني برضو الاهلي ممكن بيع يعني في تحاول شوية ممكن برضو بيع فيه ساعات ان انا ممكن اخرج اللعيب حتى لو بيع بحط بند احاكات شراء يعني انا حتى كانت عامل مثلا مع حمد شكري انا مخرجتش اعارة انا بيعط الاسراميكا بس في نفس الوقت محتفظ بحقاتي في اللعب بحقات شراء فانا لو عندي لعيب مميز حاجة زي كده غير القايمة اللي هو ستة او سبع المعارين انا ممكن ابيعه مع حقات شراء اللي انا شايف ان انا عندي شايف اللعيب ده التلانت وممكن برضو يجي منه فممكن اعمل الابشن دو برضو دي حاجة من الحاجات برضو اللي بتفتح مواضيع موهمة جدا بالنسبة للناس عشان برضو يبقوا عارفين الاندية بص على ايه بتستهدف ايه وممكن تستغني عن مين يعني وتستعين بمين في الفترة اللي جاية اللي راجعين دلوقتي من الاعراض بالنسبة للنادي الاهلي صلاح محصن خلاص تأكد عودته هو يمكن فيه كلام على تلاتة صلاح محصن وكريم ندفد وعمار حمدي بس في القوة في الاخر الكوتش نفسه لازم يشوفهم في التدريب يعني هو حتى قال كده يعني فيه تصريح ان هو برضو في القوة في الاخر هينزله فترة ومين عارف يعني ممكن بعد ما بينزل معه ويشوفه يرجع يقول لا انا مش خلاص مش محتاجه ممكن يكون هيتوفر مثلا صفقات زي ما اقول مثلا مهاجم فممكن لما يلاقي نفسه مهاجم خلاص موجود اللعبة اللي بقت موجودة مكملة معاه التاو وكهرابة محمد شريف فممكن يكتفي مثلا بالعنصر اللي هيخش كمهاجم فمحدش عارف لسه اللي محاير الاهلي دلوقتي زي ما انت قلت من شوية صفقة المهاجم ودلوقتي في الافاق اللي هو جوستاجول صح؟ جوستاجول واني سوزة طبعا برضو من دمن الحاجات جوستاجول لكن هو في الاخر برضو الاهلي مش عارف يعني في دهنا فترة كبيرة وراه مليكة وفي الاخر انت ما قدرتش تتفاصل التعاقد معاه فاللي بيحصل دلوقتي ان الاهلي لا يعني اعتقد ان هو بيمشى ورد جوستاجول وفي نفس الوقت هو جوستاجول وصوزة له اسم شهرة اللي هو جوستاجول جوستاجول بس هو لأسف الموسم الفاتمة كانش بيجيب جول كان جوستاجول من غير جول بالضبط فبقى جوستاجول عادي لكن هو معدل كان فيه طبعا صفقة يمكن السوشال ميديو دلوقتي خلت الموضوع اي حد قاعد في البيت بيقدر يخش ويشوف الانترنت وبيتابع المعاقع حتى العالمية ترانسفير ماركته بيتابع الارقام والحاجة فللأسف الصفقة كان عليها سقولك درجة متابعة الناس ويكون معانا بعد شوية ساد يوماني بيحسبوله في اليوم هياخد سبعين الف يورو كل يوم الصبح على الريق كده الموضوع طبعا مختلف هناك طبعا مديا وصفقات احنا كل يوم خلاص العيوة بقت هناك وبتابع الجمهور الصعودي يعني يبقى تلاقي جمهور معترض على ساد يوماني يعني فيه اسماء بتتقال وتلاقي جمهور حتى بوفن اعتزل واعلن اعتزل الرسم يقولك لا ده ده خلوا بالك وده لسه لسه هيكمل في الدوري السعودي فالناس برضو متوقعين عودة في القرار يمكن لا انا بالعكس انا شايف الدوري السعودي يمكن صفقة رونالدو طبعا كان مع الكبر السن دواتي 28 سنة بس اعتقد ان هي اللي فتحت الباب طبعا طبعا هو في نسبة دي هو مؤثر مؤثر جدا طبعا كريسان رونالدو بس السنة دي كمان هم لا مش كل احنا كان روبين فيز اللي مراحل هلال لسه بيكلم في الحتة دي ان احنا مش راحين اعتزل يا جماعة يمكن ان دي اوروبية بدأت ان هي كمان بتهاجم الدوري السعودي برشورها لا ورطة لسه بيكلم طبعا لكن هو حتى معدل الاعمار دلوقتي يمكن احنا شفنا كلام على مبابيه فانت بتكلم في العيبة كلاس اي كمان في الكرة العالمية فهما بيحاولوا ان الموضوع لا جماعة احنا مش موضوع ان احنا جاي تاخد فلوس وتعتزل هنا لا احنا جايبينكم عشان خاطر نعلم كان حتى كانش كرفت التقرير كان الماركت فاليو بتاع الدوري السعودي بالكامل قيمة تسوقية القيمة التسوقية للدوري السعودي بالكامل هو بدأ يوصل للخامس على العالم يمكن نعدى دوري زي الدوري الاسباني قيمة تسوقية فالموضوع هو فعلا بدأ يختلف بس هل قيمة تسوقية بتعكس القيمة الحقيقية والفنية للفرق اللي موجودة مستوى الدوري يعني لسه هنشوف اممكن انا هشوف تحت طبعا المتشاط من البطولة العربية طبعا لسه الاندية في استعداداتها لكن طبعا يعني مثلا العيب زي كريم بالنظيمة يعني مش شرط انا شايف مش شرط طبعا بس العيب زي كريم بالنظيمة لما نقول لا هو اضافة يمكن حتى في المتشاط يبدأ انشوفها في البطولة العربية لا عامل اضافة ومن اول يوم بيسجل يمكن ثلاث متشاط مفيش ماتش ما بيجيبش جون لا هيفرق طبعا جدا حتى يمكن كالنسك السنة فاتت مثلا بدأنا نشوف ان فيه النباس بتتفرج على الدوري السعودي وخدشوف ماتشاط للناصر بدأنا نشوف حتى تشيرتات لو كنت قلتلك من 5 سنين أو 10 سنين هتلاقي اولاد في مصر لابسين تشيرت رونالد أو تشيرت الناصر السعودي محدش كان هيصدق احنا بدأنا نشوف الفريق ده وبدأ يظهر في العلام كله نفس الكلام السنة دي هنشوف هنشوف بنزيمة التأثير ويبقى مختلف جدا عايزين نشوف حاجات كتير قوي في التجربة دي تأثير النجوم في الفرق التجربة برضو ان يبقى فيه هذا الكم من النجوم في كل فريق احنا لما يبقى عندنا محترف أو اثنين ده هيأثر على مستوى المهاجمين ده هيأثر على مستوى الحراس فبرضو عايزين نشوف كيفية تطبيقها وازاي فعلا تنفذت وهل هتنجح ولا محتاجين المتطلعين للنتيجة كان عايزة كتاني معاك لصفاقات الاهلي انا كنت بقولك هما الاحتياء الحيرة دلوقتي على الهجوم لكن كمان على مركز علي معلول من يكون بديلا لعلي معلول هو علي معلول طبعا كما ما فيش بديل يعني ما ينفعش تقول بديل لعلي معلول علي معلول كان برا الملعب لو مالي مركزه علي بقى عليا يعني حاجة بجد فخره من تونس كده يعني وصل لنا علي كان تأثيره كمان برا الملعب وفقات الفريق في حاجات كتير جدا مش مجرد لعب من ضمن 11 لعيب علي معلول كان قاما كبيرة جدا يمكن طبعا علي معلول زي ما بقولك كده سنادي مثلا يتقال ان علي معلول عنده عروض طب هو امتى علي معلول ما كانش عنده عروض علي معلول دايما عنده عروض وكل موسم متقلات عنده عروض الاهلي لازم يفكر انه هو البديل عشان خاطر جربنا محمد أشرف جربنا دلوقتي بدأ كريم الدبس من دجلة من ناشي بدأ يظهر حتى المنشاط الأخيرة بدأ يبقى مطامن نوعا ما لكن الاهلي حتى بيفكر على الأقل انه هو برضو اوبشن مثلا اجنابي تحت السن نبدأ ان احنا نشوف الشكلة يبقى عمل ازاي انتظارا للمعلول ايه الصفقات اللي في الأفاق دلوقتي بالنسبة لصفقة علي معلول طبعا انت حتة المهاجم وفكرة البكشمال لازم طبعا لا اقصد بديل علي معلول بديل علي معلول يعني حتى الان ايه الأسامي اللي في الأفاق دلوقتي حتى الان كريم الدبيس طبعا وفيه انتشار حتى السوشال ميديا كله بتكلم ان التفكير في بكشمال تحت السن يكون اجنابي يعني في اسماء كتير ما فيش اسم بعينه ما فيش اسم للمعادلة عشان تيجي تكارن بعالي معلول لا المعادلة ظلمة ظلمة لأي لعب لكن لابد منها طبعا طبعا لازم تتحضر من دلوقتي ولازم تفكر وخصون زي بولك انت اوبشن خلاص المهاجمين انت لو هياخد المركز المحترفين فانت اصلا عندك فائق يعني انت عندك الكندوسي مثلا لازم يخرج عشان تفكر في حد لازم هيكون لو اجنابي هيكون لازم تحت السن في عقالة لصفقات الكندوسي او للعروض اللي جايله في عروض من جوى مصر طبعا كتير اندية كتير تتمنى الكندوسي وكان فيه كلام شباب برزداد الجزائري لكن مش عارض سعودي لا لا المعلن النادي الجزائري هو اللي كان بيفكر فيه شباب برزداد والاندية المصرية ممكن هو حتى اعتقد ان الكندوسي نفسه مش حابب يخرج من مصر هو حابب ان هو يكمل التجربة في الاهلي وهو بيقول انا جاي الاهلي اعمل حاجة انا ملحيتش او ما حسيتش ان انا اضافت اضافة فهو حتى اعتقد لو هيخرج ممكن يخرج عارة مثلا جوى مصر بحيث هو حابب يكمل التجربة طيب النهاردة ماتش الاهلي والمصري في ربع نهائي كاس مصر يعني انت شايف ممكن نراقي الصفقات الجديدة تظهر ولا لسه الاجراءات بتاعت التسجيل ما تحمدش بالنسبة للسرين لا لسه ده موسم اللي فات فلسه ما فيش صفقات جديدة يمكن حتى الصفقات خلاص الموجودة خلاص وهتبدأ تنزل بس يمكن خلاص رسمي امام عشور ورسمي رضا سليم لكن الاهلي برضو عنده الحتة اللي هو ايه انا مركز قدامي ايه اللي ماتش اللي دوت من اللعيبة المتاحة هم دوري هلعبوا معاي ماشوفناش حتى رضا سليم لسه بدأ نزل تمرين او حتى امام عشور فاللعيبة دي لسه مش موجودة خلص في الحسابات هيا فكرة اجراءات تسجيل ولا فكرة ان انا برضو ابتدي بي الموسم ويخود معايا المعسكر وينسجن معرفي بحيث ان انا محرقش الفريق فكرة برضو ان انا محرقش اللاعب دي مهمة بالزبط وممكن هو كله بيمشي يعني خطوة خطوة دايما وعمره تيجي تسأله على اي حاجة بعيدة يقولك لا انا ودامي مثلا خطوة الفرنية كذا فهو الخطوة اللي ودامي دوتي ماتش المصري والقايمة الموجودة القايمة اللي كان مكملة معايا الموسم اللي فات فخلاص انا لسه بعد الموسم دو ما يخلص والمرشد دو ما يخلص هنبدأ نشوف بقى ساعتها الراحة السلبية طبعا حتى هم مكملين الراحة السلبية مقام عشور لسه كان مصاب أصلا فلسه يكملوا بعد كده في المعسكر هنبدأ نشوف الصفحات الجديدة انت كده رحت الموضوع جدا ليه حقيقة اصابة اصابة مزمنة لامام عشور بنقرها كتير لا يمكن حتى الطبيب المنتخب لما اتكلم هو ما قالش اصابة مزمنة هو قال عنده اصابة حطول شوي وهو اللي عارف هو نازل من مثلا ده انه هو كان عنده اصابة لكن صحيح الكولر فعلا نستغنى على الجهاز التمبل نادي اهلي اه ده علن رسمي اه ممكن مش الموضوع حتى الاهلي علن برحب الليل رسمي وممكن الموضوع الدكتور احمد ابو عبل الدكتور احمد ابو عبل بس بدون دخول في تفاصيل هو الفكرة كلها ان الاهلي بيوجه له الشكر وده طبعا الاهلي بيحافظ دايما على القيام ديت طبعا بغض النظر ان فيه كلام ان فيه ممكن مشاكل او فيه تطلعات هو عنده ارتبطات خارجية او حاجة ممكن يكون عنده ناس اكتهد في عبار بياي اه فيه سلاك راحة دول السعودية وكمان يمكن طبعا هو ناجح جدا يمكن شوفنا الفترة فاته كان فيه ناس اتطرقت لعدم رضاء كولر نفسه يعني فيه طبعا اجتهدات بس لها طبعا مش بيارن حاجة زي كده لكن بيوجه له الشكر ودكتور رحمة ابقابلة كان مؤثر جدا الفترة كان موجود فيها وشوفنا الاساوات قلت ازاي وشوفنا المعدة الاستشفاء للعيبة فيمكن هو في قراءة فرصة يبقى موجودة تانية ان شاء الله يعني برضو خليني انتقل للبطولة العربية نادي الزمالك عنده مباراة زي ما احنا بنقول لا تقبل القسم على اتنين ازاي شايف الانطلاقة بالنسبة النادي الزمالك في البطولة العربية ودماك اثوري النهار ده هتقرأ المباراة زي وهتركز على ايه عندنا بعض الصور برضو هنستعرضها مع السيدة مشاهدة انا كنت معاكي هنا في حالة قبل كده واتكلمنا على اثوريو تحديدا وكان ساعتها كان اثوريو بدأ النتائج تبقى كويسة جدا وبدأ يبقى فيه أرقام كبيرة في الانتصالات بس كنا بنكلم دايما ان هو في حتة الكسافة الهجومية والتحولات ده هتنفع في مطشط معينة لكن في مطشط لازم المنظومة الدفاعية دي قبل حاجة قبل التنظيم الهجومي وقبل ايه حاجة لازم ابوص على الحتة الدفاعية فكان عندنا تحفظات شوية ممكن شوفنا الكلام ده كان ساعتها مطشط دخلية ترمينا في الدوري وشوفنا بعد كده حتى انتصارت على مكولين ستة وشوفنا انتصارت على فيور شرق عندها كتير لكن مع مواجهة الاهلي الموضوع كان مختلف فكرة ان انا بلعب بتحركات كتير وبشوف فتوح بخش نص الملعب والخلخلة ديت مش قادر لسه الفريد ان هو يتكونها حتى في البطولة العربية شوفنا لزمالك حتى بتغيير مختلف المطشين يعني مطش الشباب كان بتشكيل عكس المطش اللي قبله كان اتحاد المستري كان بتشكيل مختلف فاعتقد هو عنده عنده لسه عنده عنده مشاكل وعنده افكار لسه بيحاول يعملها بس في نفس الوقت انا دايما بصور يا دي قراءة فنية المباراة ولا هو اللي لسه مش مستقر قراءة فنية وهو لسه مش مستقر وحنا بنظلمه في تقييمنا الزمالك عنده نواقص في اللعيبة في مركز كتير جدا الظروف مش بسعداء وهو سوري ونفسه قال كده هو نفسه قال ان انا عندي لعيبة كتير محتاج تلات مركز على الاقل مينموم لازم يخشوا معايا فهو نفسه معترف بكده بس بيحاول ان هو بيحاول يعمل بس انا انا رأيي ان هو لازم يهتم بالمنظومة الدفعية قبل المنظومة الهجمية شكل الفريق في المنشاط الكبيرة بيبقى فعلا عليه على ما استفهم وطبعا ماتش النصر النهاردة اي مدير فني ما يحبش ان هو يبقى فيه يعني اختبار قوي مرة واحدة كده حتى يعطي ممكن يبدأ حتى كدكة البودلاء وبعد كده يشوف اسناء سيرة مباراة وكلام ده كله يقدر ان هو يشرك وياخد دعاية معاينة في الاول لكن فكرة ان يبدأ تسعين ديها دي كده اعتقد صعب مع طبعا التحفظ على الاضافة الفنية الكبيرة اه شايف المواجهة ازاي اجمالا يعني اصوريو هيفكر في المباراة ازاي وسيناريو المباراة اللي هو ممكن يضع هو للأسف الزمالك حتى نفسه ان ديت الفرصة الاخيرة يعني هو بدل ما هو يبدأ ياخد اللعيبة مما يمثل ضغطا ضغطا وممكن اللعيبة حتى مثلا في الاهلي لسه بنكمل الموسم بس بنشوف لعيبة كتير رياحة شوية ولعيبة بتاعنا بتاع روتيشن بيتعامل ما بين اللعيبة فبتنزل حتى بالحملة شوية لكن الزمالك اللي حتى قال مثلا لعيبة الكوار بتاعه زيزو فتوح الشيكبالة اللعيبة دي والسيف الجزيرة اللعيبة دي كلها بتلعب لغاية النهاردة بتلعب الفول ماتش بتلعب الطايم فوله ياريتنا استعرض الصور اللي معانا زملاء الأعزاء في الكنترول روم عشان بس ايه الخريطة الحرارية برضو نوري للسادة المشاهدين كده سريعا اطلالة سريعا كده على مباراة نادي الزمالك يمكن كان فيه غير الخريطة الحرارية كان فيه كمان الكمال التسوقية الفرق شاسع يمكن فعلا الفرق المادي بقى كبير جدا اممكن فيه حاجة كمان الناس كله بتكلم فيها طبعا البطولة كان فيها شوية عونف شوية تدخلات عنيفة فيه فرق ما بين أفريقيا وآسيا الناس كلها بتتكلم طب الزمالك طب لو فعلا برضو فرصوا بقت قليلة الابشن الموجود أو العامل المشترك الموجود ما بين الفرق دي كلها بنشوف الفرق الأفريقية كلها كانت لسه بتتنهي الموسم ونهاية خلاص الموسم اللعيبة تحسنها تعبانة زهنية نفس الكلام الزمالك الوداد عكس الأندية بتاعة الأسيا الأندية في أسيا كلها كانت مخلصها الموسم من بدري الاسكيدول تحس هناك برضو زي أوروبا الطبيعي التوقيتات طبعية الموسم بيخلص من بدري بياخد العيبة رحلة سلبية بنشوفهم دلات اللعيبة فريش ممكن لسه بيبدأوا الانسجام بيبدأوا الصفقات بتخش واحدة واحدة فتحس إن العيبة هل تشكيل متوقع يا جماعة للفريق النهاردة ممكن شايفين طبعا سارة يومانية طبعا إضافة قوية جدا لعيب صفقة ستضيف لنادي النصر ولا في وجهة نظرك إنها ممكن تكون تكرار للسيناريو مر مع بارنينيخ ولم يستفد من صفقة سارة يومانية هو ممكن بارنينيخ كان نفسه بيمر بفترة إحلاله تجديد إحلاله تجديد وفترة تخبط ممكن وكاننا شفنا كتير حتى لغاية ما جاء تخل وقبليه المديرين فنين بتغير كل شوية فجأة في تخبط في بارنينيخ شفنا الفترة الأخيرة بعد إنها الموسم شفنا وخده الدوري بعدها بكم ساعة شفنا إقالة المدير الرياضي للنادي وإقالة المدير الفنين الجلزمان فالموضوع كان فيه تخبطات كتير بتحصل في الدوري الأيماني عكس النصر النصر سابت ويمكن خلاص هو تاليسكا ورونالدو بنشوف دخولها نصر زي بروزوفيتش وبرضه ده يمكن ناس كلها بتكلم على ما نيه أنا شايف بروزوفيتش نقاط القوة في تشكيل النصر النهاردة هو طبعا كله نقاط قوة عبرازهم إيه وزي نادي الزمالك ممكن يلعب عليهم طبعا نقاط القوة طبعا أنا بالنسبة لي زي ما بقولك مش حاس ما نيه ممكن يبدأ قوي لكن رونالدو وتاليسكا عاملين حالة هجومية كويسة جدا وفي نفس الوقت أنا شايف عنصر نص الملعب بروزوفيتش وفوفانا عنصرين دول بروزوفيتش فوفانا كان له تصريحات بارح يعني برضو تصريحات حماسية شوية بعد الشيء هي البطولة كلها حماسية زي ما اتفقنا لكن أه أه في التصريحات وبعد الموضوعات احنا شوفنا التصريحات حتى الوداد بعد كل موضوع خلاص اتعودنا بس أنا ملاحظة برضو الناس كتير واش راضي على الأداء التحكيمي هو من الأسف الموضوع كان واخد أحيرهم كان مبارح طبعا الوداد بعد كل موضوع بينزل بقين تقريبا فممكن حتى في موضوع الزمالك كان فيه تصريحات كتير وكان فيه دايما جدل تحكيمي موضوع الدارة الجزالات حصلت في موضوع الشباب السعودي تحكيمي موضوع الدارة الحرارية برضو نعرضها مع السادة مشاهدي تدخلات عنيفة جدا كأننا بنشوف التدخلات ممكن بحتى بالنسبة طالب أكتر من كرة كانت استحكيم كارتة أحمر دي طبعا خريطة الحرارية اللي بدأنا بيها دي بتاعت ريدا سليم طبعا صفقة ممكن هو الناس كلهم لما تشوف المنظر كده تشوف ان هو أكتر تركيزه ناحية الجناح الأيمن وطبعا هو ميز جدا في الحياة تارية لكن بنشوفه برضو بيلعب كجناح أيصر بنشوفه بيلعب كباك شوية بنشوفه في عمق الملعب لكن هو كولور دايما عنده يعني فكر كده سابت هو مش بيدور على عنصر سابت في شكل معين هو كولور أصلا مش مدرب نمطي يعني كولور دايما بيدور دايما على اللعيم اللي يقدر يديله حركية ويقدر يوظفه حسب كل المواتش يعني حسب كل مرحلة يمكن شوفنا حسين الشحات اتجرف أكتر من مركز ونجح معاه شوفنا تاو بنشوفه كمهاجم بنشوفه كاوين جيمين بنشوف حتى كريم فؤاد شوفنا في أماكن جديدة حمد فاتحي سريعا توقعاتك للزمالك النهاردة والنصر لا مبارا صعبة مبارا صعبة وتحدي فكرة انك انت داخل على مقدمكش غير حل واحد الفوز فحتى النصر ممكن هيبقى هدى شوية التعادل في مصلحة النصر خلاص فاعتقد الزمالك سوريو بتتوقع انه هو يلجأ الى الدفاع اكتر هو يعني هو عمل كده في مرشل شباب وبدأ انه هو يلقى بيلعب رباعي تاني في خط الدفاع وبيلعب بسلاسة في نص الملعب شوفنا عمري سيسي بيلعب المرشل بيبدأه جنبه جنب فتوح جنب دونجا فاعتقد انه هيكمل بنفس الشكل شوية تحافظ دفاعي طبعا انا لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله وممثل الكرة المصرية ان شاء الله كل التوفيق للزمالك ويا ريت برضو من الناس اللي على السوشل ميديا برضو ما تبتديش تبص نبرة الاحباط في نفوس لعبي نادي الزمالك لانه اولا اخيرا هو ممثل الكرة المصرية في البطولة العربية لانهم كل التوفيق اكلنا متجمعين وراء اي فريق بلعب باسم مصر فاشكرك شكرا جزيلا وحل الأداء كابتن مصر المتحة تنورتن انا شكرا جدا اشكرك شكرا جزيلا